هستأذنك تفتح موبايلك معايها خصوصا لو كان آيفون وتجيب التقويم ووصل فيه لسنة 1582 تحديدا في شهر أكتوبر هتتفاجئ بالمنظر ده ولو انت ملفتش نظرك اي شيء غريب فخلينا ساعدك في الشهر ده 4 أكتوبر يليه 15 أكتوبر مباشرة فيه 10 ايام كاملين من تكليم التاريخ وطبعا انت عارف ان انا مش بتاع موبايلك ولا بفهم في البجات ولا جاي بيعلك غلطة جوا الايفون انا حابب اككد لك ان من اول 5 اكتوبر لحد 14 اكتوبر الايام دي حرفيا ما تعاشتش سلام عليكم تخيل انك انسان بدائي بتحاول تتفق مع صديقك البدائي على معاد تتقابله فيه مبدئيا انت مش معك ساعة عشان تقوله انا هقابلك الساعة كذا ولا تعرف يعني ايه يوم او شهر او سنة عشان تقوله هقابلك في اليوم الفلاني فهتقف انت وهو في حيرة مستديرة وتحاولوا تدوروا على اي حاجة بتتغير بمعدل ثابت عشان تاخدوها انتو الاثنين مرجع ليكو وده بيحصل دلوقتي عادي جدا رغم انك مش بداية ولا حاجة لما بتقول مثلا انك بين الشوطين هتنزل ترمي الزبالة او انك فضلك ترمين وتتخرج المهم انك تصطط حاجة رتمها ثابت والرتم ده الناس عرفاه ومتفق عليه وساعتها هتقدر انك تحدد به الزمن وكانسان بدائي اول حاجة هتقابلك بتتكرر بمعدل ثابت هي حركة الشمس واللي هتلاحظ انها بتظهر في النهار وبتختفي في الليل والموضوع ده بيتكرر بنفس الوتيرة انت طبعا عارف دلوقتي ان الشمس مش بتتحرك ولا حاجة وكل الحكاية ان الارض عمالة بتدور حوالين محورها والجزء المواجه للشمس بيكون مضاء وهو ده الجزء اللي بيكون فيه النهار والجزء البعيد عنها هو ده اللي بيكون مظلم وهو ده اللي بيكون فيه الليل ومع دوران الارض حوالين محورها هتلاقي ان الليل والنهار عمالين بيتكرروا وهيهيألك ان الشمس هي اللي بتتحرك وهي اللي بتظهر وتتحرك وبعدين تختفيه بس عشان طبعا الانسان البداقي ما كانش يعرف الكلام ده كله فكان معتقد ان الشمس دي اله والاله ده الصبح بيكون موجود في العالم بتاعنا وبالليل بيختفي ويروح للعالم السفلي او عالم الاموات بس اله اله ما يضرش مدام بيتكرر بمعدل ثابت فاحنا هنعتبره مقياس للوقت واصبح كل طالعة شمس بتعبر عن بداية يوم جديد بس المشكلة في الموضوع ده ان المعادل اللي بتديه لو كان بعيد شوية فهتبقى عملية الحساب صعبة مش معقول هتقوله صاحبك اللي استلافتم منه فلوس هرجع لك فلوسك بعد 112 يوم انت كده هتسحله في العد بخلاف انه لما يجي لك ممكن تشتغله وتقوله انت عدد غلط فكان لابد من وجود مقياس للزمن يكون الرنج بتاعه اكبر شوية وده اللي خلى الانسان يلجأ للأمر الانسان لاحظ ان الأمر بيمر بأطوار معينة خلال فترات زمنية سبتة الانسان لا ان الأمر بيتحول من هلال لبادر في حدود الخمساشر يوم وبيرجع يتحول تاني من بدر لهلال جديد في حدود الخمساشر يوم التانيين يعني الأمر بيتحول من هلال لهلال جديد تقريبا في حدود التلاتين يوم وطبعا هو ما كانش يعرف برضو ان الأمر بيدور حوالي الأرض والدورة دي بتستغرق تقريبا حوالي تلاتين يوم ده مجرد ملاحظة شايفها بتحصل للأمر وعايز اقولك ان الأمر قدم هلمته على اكمل واجه والحضرات الأديمة كانت بتعشقه لدرجة أنه استمر كمتخياس للزمن من أول السمريين من 4000 سنة قبل الميلاد لحد الرومان سنة 45 قبل الميلاد ده غير أن المسلمين لحد هذه اللحظة ما زالوا بيعتمدوا عليه في تقويمهم خصوصا لما الموضوع بيتعلق بالعبادات زي السيام شهر رمضان والحج أو بالمناسبات زي الأعياد ده غير أن اليهود المتدينين برضه ما زالوا بيعتمدوا على الأمر في الأعياد بتاعتهم والتقويم القمري حقيقة كان رائع بس للأسف كان فيه مشكلة صغيرة قد كده أنه ما ينفعش تماما مع الزراع اللي هي كانت أساس حياة الإنسان القديم لأن زي ما أنت عارف رمضان مثلا ممكن يجي في الصيف أو في الشتاء أو في الربيع أو في الخريف والكلام ده طبعا ما ينفعش مع الزراع اللي لها مواسم ثابت للحصاد ومواسم للفيضان ومواسم للجفاف وبالتالي كان لابد من وجود تقويم تاني بيعتمد على الفصول ويثابت دايما مع كل فاصل وعشان كده لجأ الإنسان للشمس من جديد دور حوالين محورها فهي برضو بتدور حوالين الشمس وفي كل دورة حوالين الشمس الأرض بتعمل 365 دورة حوالين محورها وبالتالي دورة الواحدة للأرض حوالين الشمس بتعمل فيها 365 يوم لأن زي ما اتفقنا اليوم بيمثل دورة واحدة للأرض حوالين محورها هتقولي طب هو الإنسان القديم كان عارف أن الأرض بتدور حوالين الشمس هقولك لا طبعا كل الحكاية أن الإنسان القديم خلال مرور الفصول كان بيلاحظ إن الشمس بتشاور على مجموعة نجمية محددة اللي إحنا دلوقتي بنوال عليهم الأبراج في الرابع مثلاً كان بيلاقي إن الشمس بتشاور على برج الحمل وفي الصيف كان بيلاقي إن الشمس بتشاور على برج السرطان وفي الخريف بتشاور على برج الميزان وفي الشتاء بتشاور على برج الجدي وهكذا فكان أول ما بيشوف الشمس بتشاور على أي برج فيعرف إحنا موجودين في أي فصل وكان دايماً بيلاحظ إن الفصل دايماً ثابت مع البرج اللي كانت بتشاور عليه الشمس وبالتالي احنا كده معانا حاجة بتتغير بمعدل ثابت ومرتبط ارتباط وصيق بالفصول فقال لك بس انا كده هعتمد على الشمس والنجوم في الزراعة لانها بتضمن لي دايما سببات الفصول وعايز اقول لك برضو ان الشمس هي كمان مأثرتش معاه وكانت شغالة في حوار الزراعة زي الفل وبقى يعتمد على الشمس الوحدها في تحديد المواعيد القريبة اللي هي الايام وعلى الامر في تحديد المواعيد الابعد اللي هي الشهور وعلى الشمس والنجوم في تحديد مواسم الزراعة وعايز اقول لك ان كل العالم كان شغال كده بدون ادنى مشكلة لكن المشاكل كلها ظهرت لما بقى عاوز يربط التلاتة ببعض لما بقى عاوز يقول مثلا انه هيزرع الامح في يوم كذا في شهر كذا من السنة ساعتها الموضوع بقى صعب جدا لان يا سيدي دورة الارض حوالي الشمس دي بتحصل كل 365 يوم يعني السنة الشمسية مدتها 365 يوم انما دورة الامر فبتحصل كل 29 يوم او 30 يوم وبالتالي لو السنة اتعملت 12 شهر امري فكده طولها هيبقى 355 يوم ولو اتعملت 13 شهر فهيبقى طولها 380 يوم وسواء ده او ده فالاتنين لا يمثلوا عدد ايام السنة الشمسية وفي الحالتين هيحصل ترحيل ما بين السنين فالبابليين عشان يخلعوا من الموضوع ده قالك مفيش مشكلة احنا هنعتبر ان السنة الامرية 12 شهر اللي هي ب355 يوم يعني هيكون الفرق ما بينها وبين السنة الشمسية تقريبا 10 ايام 10 ايام في السنة الاولى و10 ايام من السنة التانية و10 ايام من السنة التالتة هيكمله 30 يوم يعني هيعمله في حدود الشهر الامري نجحنا بقى في السنة التالتة ونخلي السنة الامرية 13 شهر وبالتالي الشهر الزيادة ده هيعليج للترحيل اللي حصل في الثلاث سنين اللي فاته وقدروا انهم يوصلوا لتقويم هاجين ما بين الشمس وما بين الامر وصحي ان التزامن ما بين الاتنين ما كانش ضقيق اوي وكان برضو بيحصل ترحيل الا ان الاعتماد برضو كان كليا على الشمس في حوار الزراعة الكلام ده ما فيهوش هزار ده الهم وفضل الاعتماد على التقويم الهاجين ده مستمر لحد ما وصل للرومان اللي في بداياتهم حرفيا مرمطوا التقويم معاهم بس قبل ما اقولك الرومان عملوا ايه فانعايز اقولك ان العرب نفسهم كان عندهم حاجة شبه التقويم الهاجين ده تقويم ما تقدرش انك تقول عليه تقويم قمري في نفس الوقت برضو ما تقدرش انك تقول عليه تقويم هاجين التقويم بتاعهم كان تقويم امري عادي جدا بس كان معهم شهر كل ما يتزنقوا يطلعوه جي موسم الحج مثلا وعايزين يأجلوا الحج شهر مفيش مشكلة اذنك الشهر اللي معاك واجل الحج شهر طب فرضا انهم بيتقتلوا والاشهر الحرم دخلت عليهم برضو مافيش مشكلة اذنك الشهر اللي معاك واجل الشهر الحرام شهر الشهر اللي تسمى بشهر النسيق لحد ما جاه الاسلام ولغى الموضوع ده وقال ان الشهر ده نوع من انواع التحايل واعتمد بالكامل على التقوم القمري وفاصله على التقوم الشمسي المهم يا سيدي نرجع مرجوعنا للرومان اللي جموا وقالولك احنا مش هنخلي السنة 12 شهر ولا هنخليها 13 شهر احنا هنخلي السنة 10 شهر بس عشرة يا جدعان ايوا عشرة اول شهر من الشهر دي كان اسمه مارشيوس على اسم مارس اله الحرب والتاني كان اسمه ابريلس وجاي من افرودايتي اله الجمال والتالت كان اسمه مايوس مشتق من مايا اله الارض والنماء والرابع كان جونيوس مشتق من جونو مالكة الالهة و اله الزواج اما بقى الشهر بقى فكانت اسميهم على حسب ترتيبهم عادي جدا يعني الشهر الخامس كان اسمه الخامس او كوانتلس باللاتيني والسادس كان اسمه السادس او سيكستيلس والسابع كان اسمه السابع او سبتمبر والتامن كان اكتوبر والتاسع كان نوفمبر والعاشر كان ديسمبر يعني الاربع شهر الاولى في السنة كانت على اسماء الالهة وابتداء من الشهر الخامس للشهر العاشر كان اسم الشهر بياخد رقم ترتيبه عادي جدا ولو خدت بالك هتلاحظ اننا برغم اننا عندنا 12 شهر حاليا الا اننا ما زلنا بنستخدم معظم اسماء الشهور دي لدرجة ان اسماء الشهور اصبحت غير منطقية اسمه سبتمبر اللي هي ترجمتها اصلا السابع والشهر العاشر اسمه اكتوبر اللي هي ترجمتها اصلا التامن والحيداشر اسمه نوفمبر اللي هي ترجمتها التاسع والاثناشر اسمه ديسمبر اللي هي ترجمتها العاشر واي حد عنده فكرة عن الارقام باللاتيني هيكون اخب باله من الموضوع ده فاعرف دايما ان من اهم قواعد البشر ان اللي سبق هو دايما اللي بيأكل النبأ بس حتى لو موضوع التسمية ده حسيته مشكلة فاحنا قدام مشكلة اكبر بكتير جدا ان السنة اللي من 10 شهور دي عدد ايامها 304 يوم بس وبالتالي فاضل شهرين كاملين بواحد وستين يوم مفقودين وديتوا فين الايام دي يا شباب قالوا ما بنتفاعلش بيهم لا ما تهزروش وديتوا الايام دي فين قالوا او والله ما بنتفاعلش بيهم وعشان كده مش هنفطوهم في شهور ومش هنسميهم والكلام ده قرصة ودن صغيرة للجامعة اللي بيحبوا الشتا اظن واضح جدا ان الناس من قادم الازل ما بتتفاعلش بايامه المهم يا سيدي ان الموضوع كده كان صعب جدا تخيل ان حد مثلا يسألك وقولك احنا في شهر كام فما تبقاش عرف ترد مش لانك مش عارف الشهر ده لان ما فيش شهر اساسا موجود في الفترة دي والموضوع ده استمر لحد ما جاه الملك نومة سنة 715 قبل الميلاد وقال يا جماعة ايه العبط ده عشان بنتفاعلش ان طير واحد وستين يوم من نتيجة عادي كده وجاه عمل منهم شهرين جوا السنة وسماهم يناير وفبراير يناير كان تسعة وعشرين يوم وفبراير كان تمانية وعشرين يوم طب يا عم يومة فين بقي الايام قال لك ما احنا هنعدل بقى الشهور وهنخليهم يا امى تسعة وعشرين يوم يا امى واحد وثلاثين يوم وهنخلي السنة كلها تلتمية خمسة وخمسين يوم زي السنة الامارية مش عايزين لعب في التاريخ مش عشان نوفق الشمس عالامر ان لغبت الدنيا وبالتالي كده احنا رجعنا تاني نقطة الصفر بل كمان بصورة اسوأ احنا ما بقيناش شغالين على الشهر الامري اللي هو تسعة وعشرين يوم او تلاتين يوم احنا بقينا شغالين على شهور يا امى تسعة وعشرين يوم يا امى واحد وثلاثين يوم سنة جديدة عدد ايامها شبه عدد ايام السنة الامرية بس الشهر بتاعها مش شرط انه يكون ماشي مع الشهر الامري ده بخلاف طبعا اننا رجعنا تاني عندنا عشر ايام كاملين مرحلين على السنة الشمسية طب يا عام يوم هتعمل في الترحيل ده قالك عادي كل تلات سنين نحط لنا شهر وتبقى السنة تلاتاشر شهر مش اتناشر شهر اللي هو يعني لم انه سابها زي سنة البابليين وملعبش في الشهور الامرية ولا منه سابها سنة شمسية وقرر انه يسمي الشهر الكابيس ده مارسيدونياس وخلى عدد ايامه سبع وعشرين يوم وفضل الرومان ماشين بالتقويم ده من سنة 715 قبل الميلاد لحد ما وصلوا مصر سنة 48 قبل الميلاد يوليوس قيصر لما وصل مصر وشافها اعجب فيها بحاجتين الحاجة الاولى كانت كليوباترة فطير اخوها من الحكم ومسكها مكانه ثانيا كان التقويم اللي شغال بيه المصريين الراجل تفاجئ ان المصريين من قديم الازل معتمدين على التقويم الشمسي تقريبا بشكل شبه كامل وحافظين الاماكن اللي بتتواجد فيها الشمس في السماء بمنطهة دقة لدرجة ان معبد ابو سيمبل تم اختيار موقعه بحيث ان الشمس تتعامد على وشة امثال الملك رمسيس الثاني مرتين في السماء مرة في 22 فبراير ومرة تانية في 22 اكتوبر ويقال ان المواعد دي كانت مرتبطة بمواسم الزراعة والحصاد او انها مرتبطة بيوم ميلاد الملك او يوم توليه الحكم بس في كل الاحوال فده كان معناه انهم عارفين اماكن تواجد الشمس في السماء بدقة رهيبة وبالتالي كانوا قدرين يحسبوا عدد الايام اللي الشمس بتكرر فيها الدورة بتاعتها المصريين قدروا انهم هيقسموا السنة لاثناشر شهر وسموهم باسامي مزال المزارعين في مصر بيستخدموها حتى الان توت بابة هاتور كياك طوبة امشير برامهات برموضة بشانس بقونة ابيب ومسرة وكل شهر من دول كان عبارة عن 30 يوم بمجموع 360 يوم في السنة طب والخمس ايام الباقيين قالك طبعا عارفينهم وضفوهم في شهر لوحدهم غالبا كان بدون اسم وكانوا بيقلقوا من الايام دي نوعا ما وبيعتبروا انهم ايام خطيرة وبرغم ان النتيجة المصرية كانت افضل بكتير من نتائج العالم كله الا ان المفروض تكون اتوقعت ان برضو النتيجة دي فيها مشكلة لان السنة الشمسية في الواقع مش 365 يوم دي 365 يوم وربعة لان الارض اثناء دورانها حول الشمس ما بتعملش حول محورها 365 دورة بس دي بتعمل 365 دورة وربعة وبالتالي كده كل سنة سنة التقويم هتبقى سابقة السنة الفعلية تقريبا بربع يوم ربعة على ربعة على ربعة فبعد 4 سنين هيبقى الفرق ما بينهم يوم كامل وبالتالي هتكون بتحتفل ببداية السنة في 1 يناير بس انت لسه فعليا في 31 ديسمبر واليوم ده برضو هيخلينا في خلال 300 سنة هنكون بنحتفل ببداية الربيع واحنا فعليا بنكون بنبدأ لسه في الشتا الا ان حتى الترحيلة الدقيقة دي المصرين كانوا عارفينها وده خلاهم كل 4 سنين يزودوا لهم يوم في السنة عشان يزبطوا الترحيلة دي يوليوس قيصر لما جاءوا في الكلام ده قال لك اقف اليابني على العكل اللي احنا كنا بنعمله ورحل التقويم الروماني وشال منه شهر المرسيدونيس اللي كان بيتحط بالمزاج ده ورتب الشهور من جديد وخلاها تبتدي من يناير مش من مارس ويوزع العشر تيام الزيادة على باق الشهور عشان تبقى السنة 365 يوم وقرر كمان انوضيف يوم للسنة كل 4 سنين عشان يزبط الترحيلة البسيطة بتاعة الربع يوم وتحديدا حط اليوم ده في شهر فبراير ومن وقتها وشهر فبراير بقى بييجي 29 يوم كل 4 سنين بدل 28 يوم اليوم الزيادة اللي بيخلينا نسمي السنة حاليا بالسنة الكبيسة واصبح التقويم بيشبه لحد كبير التقويم اللي احنا شغالين بيه حاليا وسماح على اسمه بالتقويم اليولياني ومش بس التقويم تسمى على اسمه ده سمى الشهر السابع في السنة هو كمان على اسمه بشهر يوليوس اللي هو يوليو حاليا بس بعد الكلام ده يوليوس قيصر يتم اغتياله وييجي بعد منه ابن اخوه اوغاستس وطبعا من اسمه انت اكيد توقعت هو عمل ايه الراجل قالك انا زي عام بالضبط في الشدة جديد وفي القوة قوي فقالك انا كمان هاخد الشهر الثامن واسمه باسمي وسمى الشهر الثامن اغاستس اللي احنا حاليا بنقول عليه اغاستس وفضلت النتيجة زي ما هي بنفس اسماء الشهور من وقتها بس كده الحمد لله بقى كل مشاكلنا في الحياة اتحلت والسنة القمرية رجبت عالشمسية وبقى عندنا موعيد سابطة للفصول وزي الفل لكن للأسف الكلام ده برضو محصلش لاني كان مازال فيه ترحيل بسيط جدا ما كانوش يعرفوه والترحيل ده سابطه ان الارض مش بتعمل دورة حوالين الشمس كله 365 يوم وربع ده كله 365 يوم علامة 242 يعني اقل من الربع بحاجة بسيطة والفرق البسيط ده كان بيخالي التقويم اليولياني يزود في حدود 11 دقيقة كل سنة عن السنة الحقيقية بس عشان الفرق ده كان بسيط محدش كان مركز معه قوي لحد ما الازمة رجعت انها تظهر من جديد سنة 321 ميلادية تحديدا في عهد الامبراطور الروماني كونستنطين الراجل ده كان اول امبراطور الروماني يعتنق الديانة المسيحية والمسيحيين في الوقت ده كانوا متعودين يحتافلوا بعيد القيامة بتاحهم في نفس موعد عيد الفصح بتاع اليهود اليهود اللي كانوا بيعتمدوا في حساباتهم على تقويم شمسي قمري شبه التقويم البابلي المسيحيين بقى كانوا بيحتافلوا بأعيادهم على حسب التقويم ده فطبعا كانوا مستقين جدا لان يعني ما يصحش الدولة الرومانية اللي بقت مسيحية الوقتي وفاة تقويم وتطور انهم يعتمدوا على تقويم بتاع اليهود ما احنا عندنا تقويم اهو ما نعتمد عليه وده خل الامبراطور كونستنطين بصفته من نفس الديانة يهتم بالموضوع وجمع 300 اسقف عشان يحددوا موعد يحتافلوا به بعيد القيامة وطبعا الموعد ده هيبقى على حسب التقويم بتاعهم المهم ان هم اتفقوا ان عيد القيامة هيتم الاحتفال به يوم الحد اللي بيجي بعد اول بدر اللي بيجي بعد فصل الربيع يعني البساطة تستنى فصل الربيع يبدأ وبعدين تستنى الامر يكتمل وبعدين تحتفل في الحد اللي بعده ولو خدت بالك هتلاقي ان الاحتفال بالعيد مبني كله على بداية فصل الربيع اللي هو المفروض هيتحدد بالتقويم اليولياني والمفروض في التقويم اليولياني الربيع بيبدأ في شهر مارس تحديدا يوم 21 مارس جميل جدا لا مش جميل لان التقويم زي ما قلتلك ما زال بيأخر 11 دقيقة كل سنة عن السنة الفعلية وبسبب 11 دقيقة دول فاللي حصل ان بعد الكلام ده بـ 1200 سنة جهة طبيب وعالم الفلك الايطالي ألوشيوس ليلياس ولاحظ ان الربيع اللي بيحتافلوا به في 21 مارس ما عادش متوافق مع النجوم وانهم فعليا اصبحوا في بداية ابريل وبالتالي الاحتفال بعيد القيامة كده بيتمه فوقت غلط وده اللي خلى البابا جريجور الثالث عشر يجمع علماء الرياضيات وعلى رأسهم العالم كريستوبر كلافيوس عشان يحلوا المشكلة دي الرجال اكتشفوا ان في زيادة عشر تيام بحالهم موجودين في النتيجة وتوصلوا ان لازم مبدئيا العشر تيام دول يتحزفوا من التاريخ ده بخلاف ان التقويم نفسه بقى لازم يتعدل لان اضافة يوم كل اربع سنين ده اكتر من اللي احنا محتاجينه وبحساباتهم اكتشفوا ان كل وربعمائة سنة محتاجين اننا نقص من الايام الكبيسة تلاتة ايام طب هنزبط الكلام ده ازاي عشان يبقى قاعدة ثابتة وما تبقاش بالمزاج قالك ان السنة هتبقى 365 يوم عادي جدا وهنضيف كل اربع سنين يوم لشهر فبراير زي ما كلنا بنعمل الا اذا كانت السنة اللي هنضف لها اليوم دي بتقبل الاسم العالمية ساعتها هنرجع في كلامنا ومش هنضيف اليوم لكن لو لقينا انها بتقبل الاسم العالمية وعلى ربعمية فهنرجع نضيف اليوم عادي جدا على سبيل المثال سنة 2000 مثلا كانت سنة كبيسة فبراير فيها كان 29 يوم واشنة شغالين من وقتها نضيف يوم لفبراير كل اربع سنين وهيصادف بالمناسبة ان السنة اللي احنا فيها دي او 2024 انها تكون سنة كبيسة وفبراير فيها 29 يوم سنة 2100 بقى المفروض انها تكون سنة كبيسة لكن لو خدت بالك هتلاقي انها بتقبل الاسم العالمية وفي نفس الوقت ما بتقبلش الاسم على ربعمية وبالتالي هنرجع في كلامنا سنة 2100 ومش هنضيف اليوم لفبراير وهتبقى سنة عادية جدا نفس الكلام بينطبق على 2200 وعلى 2300 لكن عند 2400 هتلاقي ان موضوع اختلف 2400 بتقبل الاسم العالمية وبتقبل كمان الاسم على 400 وبالتالي هنضيف اليوم وهتبقى سنة كبيسة عادي جدا ولو خدت بالك هتلاقي ان في 2100 و 2200 و 2300 شلنا اليوم الكبيس وبالتالي نقصنا الثلاث ايام اللي محتاجين لهم من الربعمائة سنة وتسمى التقويم ده من وقتها بالتقويم الجرجوري وهو ده التقويم اللي شغالين عليه لحد الان بس عايز اقولك ان في السنة اللي اتعمل في التقويم ده حصلت مشكلة كبيرة جدا لان في عشر ايام اتشالوا من نتيجة الناس نمت بالليل يوم 4 اكتوبر سنة 1582 وصحيوا لو نفسهم في 15 اكتوبر يعني من 5 اكتوبر ل 14 اكتوبر ايام ما اتعاشتش اتشالت فالناس المؤجرين في الشهر ده كان عاوزين ياخدوا فلوسهم بدري والمستأجرين كانوا بيعترضوا لان الايام ده اساسا ما عيشنا هاش ده غير اللي كانوا متضايقين ان في عشر ايام اتشالت من عمرهم كده في الهوى واللي كانوا مديين موعيد وباظت وبالتالي مش كل الدول قدرت انها تطبقوا فوقتها لكن واحدة واحدة التقويم بعد كده هو اللي انتصر والعالم كله فضل شغال به لحد الان ومع ذلك هتقول لي هو لسه فيه مع ذلك هو انا عاد فيه حلية باشا هقولك او الله لسه فيه مع ذلك التقويم الجرجوري بعد كل حساباتنا الدخاخة دي ما زال بياخر 26 ثانية كل سنة يعني بعد حوالي 3300 سنة هنبقى محتاجين نشيل يوم كامل من التاريخ فحتى التقويم الجرجوري ما تقدرش انك تعتبره يعني التقويم المثالي بس يكفي ان اقولك ان الدقة في الحساب دي كلها كانت قبل حتى ما نقدر نجزم ان الارض هي اللي بتدور حوالين الشمس او ان الارض اساسا بتتحرك او حتى نكون اختراعنا ساعة عشان نقدر نقيس بها الدقايق والثواني بشكل دقيق الا ان مع اختراع ساعات دقيقة اكتشفنا ان احنا زي ما كان عندنا غلط في حساب التوقيت فالارض هي كمان بتغلط بس بتغلط ازاي ده طبعا هيبقى موضوع حلقة منفصلة لكن المهم دلوقتي انك في كل مرة لما تيجي بتبص على التاريخ اعرف انك بتبص على تاريخ طويل من العمليات الحسابية اتعملت بس عشان الشمس تكون في نفس مكانها في السماء كل سنة في نفس التاريخ في وقت ما كناش نعرف فيه ان الشمس هي اللي سبتة والارض هي اللي بتدور حواليها لكن الاهم من ده طبعا انك تعمل لايك وشير وكومنت تشترك في القناة وتفعل اشارة الجرس عشان تعرف اول ما الحلقة الجديدة تنزل سلام